إذا رزقك الله إياها تغنيك عن كل حاجة تأتيك وتراودك راحة نفسية فلهذا علينا دائما أن ننظر للأمام وفي النهاية الحياة قصيرة في النهاية ترى حياتنا قصيرة وكما أسلفت أن السلحفات تحيي أكثر منا السلحفات تتعيش 200-300 سنة فالحياة قصيرة لا تزهقها بما يعكر صف وجمال حياتك لا تعكرها أنا أعلم أن الحياة ليست سهلة وأعلم أن نحن نمر بمشاكل وأعلم أن ربما الحياة أحيانا تدكك دكة عن صلح التعبير وأحيانا كثرة الضغوط والمطالبات عليك في الدنيا سواء مادية معنوية أن ترعى مسائل نفسك وبيتك وأسرتك وعيالك إلى النهاية كل هذا أعلم أنه يقض المطجع عن صلح التعبير لكن في النهاية إذا أنت كنت من داخلك قوي كل هذا يعدي كله يعدي أما إذا نهزمت عند أول اختبار وأول ضغط لن تستمر في هذه الحياة لأن الحياة لا ترحم قال الله عز وجل فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى الدنيا شقى داروا تعب وكد ونكد فلهذا لابد أن تعمل لنفسك عملية توازن يعني كل إنسان يعمل يعني شوف الله عز وجل المخلق البشرية وضع مثلا تجد الخراف أعطاهم صوف يتقيهم حر الصيف وبرد الشتاء البطريق أعطاهم يقيهم حر كذا كل حاجة أعطاه الله